بصراحة كده كان نفسي النهاردة ايجي واحتفل وهيس واتنطط بس المفاجأة ان انا هحتفل وهيس واتنطط ليه؟ باخد نفسي عشان انا بحاول استعيد عافيتي عشان انا زي حالاتك زعلان شوية لا مش شوية كتير متضايق كان نفسي نشيل الكاس النهاردة كان نفسي اشوف محمد صلاح بيشيل الكاس بس احقاقا للحق احقاقا للحق وانت وانا مش هنقدر نورغل كده احنا واحنا رايحين كاس الامم الافريقية قلنا يعني لو وصلنا لدور الستاشر وعدنا دور الستاشر هيبقى انجاز المنتخب مش هيقدر يعمل حاجة المنتخب قدام منتخبات زي الجزائر والمغرب والسنغال وكوديفور ونيجيريا والكاميرون مش هيقدر يعمل حاجة وكنا رجالة وكنا رائعين ولما خسرنا هذه البطولة خسرناها باخر ضرب الترجيح يعني باخر نقطة عرق يعني باخر مجهود كل لاعب عمله اربع مباريات يا مؤمن في مية وعشرين دقيقة والله ما في جنس بشري مش بتكلم على رياضيين ما فيش جنس بشري ولا اكبر منتخب في العالم يا تحمل ده انا النهاردة قلت ان الوقت الاضافي اللي تلعب قدام السنغال الله يكون في عون اللعيبة ده اصعب وقت اضافي في تاريخ كرة القدم اربع مباريات بتلعب مع منتخب قوي جدا منتخب واخد يوم راح عنك منتخب ملعبش ولا وقت اضافي منتخب اصلا رائع بدنيا ومهريا وفنيا ورغم كده وصلت معاه لاخر ضربة ترجيح ده معنى ايه معنى ان انت بتتكلم بتتكلم في كل راجل كان في الملعب النهاردة ومبارح واول كانوا جنود حقيين جنود مصريين جنود شداد يتحطوا فوق الراس والنهاردة لو ما دعمناش اللعيبة دي يبقى احنا بنهزر يبقى احنا بصراحة كده بصراحة لما نكسب نقول اللعيبة عظيمة ولما نخسر نقول اللعيبة ما عملتش اللي عليها لما نكسب نقول كروش جامد ولما نخسر نقول ان كروش مش جامد بس هي دي الكورة حضرتك وانت بتتفرج على كورة ودي حلاوة الكورة هتفرح كتير وهيجي عليك وقت تزعل فيه مش هتفرح على طول النهاردة انت كنت بتلعب منافس كبير وانا قلت لكم الكلام ده من يومين لما توصل للنهائي احنا راضيين عن منتخب مصر وعلى اللي عملوا في هذه البطول لما توصل للمباراة النهائية وارد تكسب وارد تخسر وده طبيعي في اي مكان في العالم مش شرط تكون احسن او او حش انتخسر بس انت بتلعب ايضا منافس كبير ومنافس كوي وبالتالي الحزوز خمسين خمسين فانت زي ما بتفرح لازم تتحمل الخسارة ادام انت رئت وعملت مجهود ولعبت برجولة احنا كسبنا من البطولة دي مكاسب بالجملة مكاسب بالجملة انت النهاردة بتقول على منتخب مصر الان اقوى منتخب عربي بتقول على منتخب مصر الان واحد من المنتخبات الاهم في القرى الافريقية على مر التاريخ وفي الحاضر اهم كنت دايما تتكلم عن التاريخ بس دلوقتي بتقول منتخب مصر الحاضر بتاعه عظيم النهاردة اللعيبة تعبت اللعيبة يا جماعة تعبت اللعيبة دي مش بلاي ستيشن مش جرافيكس اللعيبة دي بتاخد النفس وبتتعب وبتتعذب عشان تقدر تقدي وتعمل شغل فني لما شفت النهاردة باصة باصة غلط ما تقولش النهاردة كان وحش لما تلاقي صلاح في اخر المطش مش قادر ياخد الكرة ويدرب الاسبرينت بتاعه ما تقولش محمد صلاح وحش لما تلاقي النهاردة ابو الفتوح بيلعب برجولة والوينش بيلعب برجولة ومحمد عبد المنعم بيلعب برجولة وامام عشور اللي ما بيلعبش باكرايت يا مؤمن موقف واحد من افضل الاجنحة الشمال في العالم سادي ومانية لأوا بيخليه اخد انذار كمان وكان سادي ومانية استحق الطرد كمان في كرة تانية بس يعني بعيد بعيد عن قصة التحكيم الفكرة ان انت النهاردة كل اللعيبة بتاعتك رجالة وفي نقطة كمان مهمة قبل ما نسافر هذه البطولة واكلمكم بصراحة شديدة لا مش قبل ما نسافر البطولة قبل ما يجي كلوس كيروش كان فيه مدربين في مصر يقولك المنتخب ده ما فوشغر محمد صلاح الجيل ده جيل سائط الجيل ده مش جيل كويس للكرة المصرية دلوقتي بقيت عندك بقى عندك منتخب مش فارق معاك مين اللي هيلعب بك يمين النهاردة اكرم توفيق ولا عمر كمال عبدالواحد ولا امام عشور ولا تحب ان تجعلك زيزو ولا حب احطلك محمد عبد المناء من ناحية اليمين طيب ناحية الشمال ابو الفتوح موجود وايمان اشرف موجود طيب ومين يلعب بقى في الجناح الشمال يا ترى مرموش ولا ترزيجيه ولا رمضان صبحي ولا احمد رفعت بقيت تقول اسماء كتيرة بعد ما انت ما كنتش عارف تجمع 11 لاعب في مدرب في مصر قبل كده قال نصا هذا التصريح عشانا اقولك بس احنا بقينا فين دلوقتي مش بلوم على اللي فات بس بقولك احنا بقينا فين في مدرب مصر قال قبل كده عاملكو ايه ما هو ده اللي موجود ما هو ده اللي موجودة ما هو ده اللي موجودة في الدولة المصري وفي الكلام مصر يعمل لكم ايه ما ما عنديش لعيبة في مدرب قال كده دلوقتي انت بقيت قاعد عامل تقول نزل فنان ونزل علان وطب ليه ده مبلعبش طب وديه ده بيلعب طب ليه ما داخدش المنتخب وده لا جوا المنتخب لأ كلهم رائعين تعالوا بقى دول بالنسبة لي قائمة الشرف اللي هشكرهم واحد واحد شكرا محمد الشناوي شكرا محمد أبو جبل شكرا محمد صبحي شكرا محمود جاد شكرا أكرم توفيق شكرا عمر كمال شكرا أحمد حجازي شكرا الوينش شكرا أيمن أشرف شكرا فتوح شكرا عبد المنعم شكرا محمود علاء وعمر السلية شكرا حمد فتحي وإمام عشور شكرا عبدالله السعيد شكرا محمد النني شكرا زيزو شكرا مهند لشين وشكرا لعمر مرموش وشكرا لمحمد شريف ومصطفى محمد شكرا لمحمد صلاح وتريزيجيه شكرا لرمضان صبحي شكرا لكلوس كيروش شكرا للجهاز المعاون بالكامل شكرا للجماهير المصرية اللي دعمت وسندت ووقفت جنب المنتخب في كل لحظة شكرا لكل الجماهير اللي دلوقتي بتكتب على السوشال ميديا دعم المنتخب مصر شكرا للجماهير اللي بتقول محمد صلاح قائد عظيم شكرا للجماهير اللي بتقول إن كلوس كيروش مدرم محترم شكرا للفرحان من الزمال كوية بمحمد عبد المنعم شكرا للفرحان من الأهلوية بزيز وفتوح شكرا ان احنا اخيرا اتجمعنا مرة اخرى حوالين المنتخب وده المكسب الاكبر والاهم في هذه البطولة لو كنت اكسبت كاس الامم الافريقية وما اكسبتش التجميع دي مرة اخرى في الجماهير المصرية ما كانش البطولة هتبقى بالنسبة لي لها لازمة لكن انا اللي اكسبته النهاردة اكبر بكتير من البطولة نفسها ان الجماهير رجع التاني تقول منتخب مصر الجماهير رجع التاني تشتري الاعلام في الشارع وتشجع منتخب مصر وهي في القاهرة ان الجماهير رجع التاني بتسافر اميال وخمس ساعات يومين عشان تروح تساند منتخب مصر النهاردة الجماهير في المدرجات بتشيرت الاهلي والزمالك بيشجعوا لعبة الاهلي والزمالك بالعكس النهاردة الناس كلها فهمت ان محمد صلاح قائد حقيقي لمنتخب مصر وتم التشكيك الف مرة في فكرة ان محمد صلاح يكون قائد لمنتخب مصر ومحمد صلاح الأدوار اللي لعبها فنيا في أرض الملعب وخارج الملعب كانت أدوار عظيمة وهي اللي وصلتنا النهاردة لهذه المباراة مع كل الرجال اللي لعبوا مع مدير فني آمن بحظوظه وآمن إن المنتخب ده فيه أفضل لعيبة في العالم زي ما قال قبل ما يسافر هذه البطولة أيوة أنا كالوس كيرو شو بقولك أنا معايا أفضل لعيبة في العالم هم في نظر أفضل لعيبة في العالم وإنتوا كمان شفوهم أفضل لعيبة في العالم الحمد لله على كل اللي حصل في هذه البطولة أنا بقول الكلام بحماس عشان يعني الدي والزع اللي احنا ما خدناش الكاس النهاردة بحاول أطلعه في فرح وفخر عشان هو ده الحق هو ده الحق الكرة كده يا جماعة النهاردة ما تلومش على أي لعب ما تلومش على الجهاز الفني أبدا تلعبت أربع مباراة ب120 دقيقة هتجي تقول لي أه كريم طب يعني إحنا إيه اللي وصلنا إن احنا نلعب 120 دقيقة معرفناش نحسم ليه مباراة في التسعين دقيقة يا راجل يا راجل لأنت أصلا كنت بتقول إحنا هنخسر كل الموقات اللي هلعب مع المنتخبات الكبيرة اللي هي كودفوار والمغرب والكامل والسنغال هتخسرهم في أول ربع ساعة ثلاثة واربعة أنا بس بتكلم بواقعية يعني خلينا إنتوا كنت بتقولوا كده وأنا كنت بقول كده وكلنا كناش عندنا ثقة في الأول الثقة دي اللي عملها المدير الفني والجهاز الفني واللي عملها اللعيبة الرجال اللي في الملعب كون إن احنا وصلنا للمرحلة دي فده إنجاز عظيم جدا 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 أنا قلت مبارح إحنا راضيين قبل المباراة النهاية راضيين مبسوطين مرتاحين عايزين نفرح للجيل ده إنه هو ياخد بطولة يستحق البطولة المفروض لو حد زعلاني النهاردة هم بس اللي يبقوا زعلانين عشان كده إحنا لازم اليوم كله اليوم كله بس الأيام اللي جاية كلها نفضل ندعم فيهم لحد ما إن شاء الله في مارس قدام نفس المنتخب المنتخب السنغالي وإحنا كاملين العدد بإذن الله ما عندناش غيابات وما عندناش أمور بدنية سيئة نقدر نوصل كأس العالم الجيل ده بقى يستحق يوصل كأس العالم وإحنا بضهركم وإحنا بنسردكم والله ما فيه واحد أثر أنا حتى بقعد أفكر كده أقول إيه بس فلان ملعبش جامد فلان كان مفروض يبقى أحسن كله لعب برجولة يعني إنت لو إنت مستواك في العادي خمسة وستة من عشرة كل واحد في الملعب النهاردة قدم اتناشر واربعتاشر وخمستاشر يعني عشرة بلاس يعني مزود كمان عن القدرات الطبيعية المنطقية ليه كله كله النهاردة النهاردة بس الأيام اللي فاتت كلها المباريات اللي فاتت كلها المباريات اللي فاتت كلها